اشتركوا في القناة من خلوها اجمل وتطوع معنا ونينا واولا وبيت التراث وشركة بصما جروب بالاضافة الى بعض الناشطين والاعلاميين اليوم خصصها وثلاث مركبات لنقل العوائل من منطقة المجموعة الثقافية التي تعتبر من ابعد النقاط على المنصة وصولا ونقلهم الى مدخل الكفاءات الاولى الذي يعتبر المدخل الرئيسي بالتالي هذا العمل التطوع استكمالا لأعمالنا اللي صارتنا ثلاثة ايام ندعم بها المهرجان هذا المهرجان المهم اللي يعكس صورة نينوة بشكل حقيقي بالتالي انجاح هذا المهرجان هو نجاح لأهالي نينوة بالبل العراق والله مبادرة جيدة يعني الاهل المواصل يعني ينقلون الجين من خارج المحافظات ومن داخل المحافظة بصات مجانية ينقلهم للمهرجان الربيع اهل مواصلها الكرم ونحن مزدمانها الكرم نتمنى اكثر واكثر لازدهارة للنقل المواطنين والبارحة يعني اسمعت خمسين تاكسي يعني مخصصة للنقل المواطنين للمهرجان كل جيدة وإيجابية هذه البادرة والحمد لله يعني هذه خدمة لأهلنا في المحافظة وبارك الله بمن سعى في هذا الانجاز وبمن سعى في هذا العمل وهذا الترتيب الحلو لهذا المهرجان كان يجرى هذا المهرجان قبل في العاشر من نيسان في السنوات السابقة والآن تم عادة هذا التراث أو هذا الارث الحضاري اللي كان يعمل هلكرنفل هذا والمهرجان هذا شيء كل جيد للمحافظة الحملة المجانية زينة بس لكن الحملة المجانية لاغت الصعوبة حولي ولكن لو مخلين بعد أفرع أكثر من ما تتصورنا لأن الكم هائل الكم هائل الجيء للمعارجان ترجمة نانسي قنقر